أكدت الفنانة غادة عبد الرازق في 6 مايو 2020 يوم الأربع نبأ زواجها من هيسم زنيتا مدير تصوير مسلسلة سلطانة المعز والذي يشارك في الصباق الرمضاني الحالي وقالت غادة فعلا خبر جوازي من هيسم صحيح ومتشكرة جدا على التهاني ويقال حاليا أن زنيتا يصغر غادة عبد الرازق بنحو 20 سنة دي معروما مش مؤكدة بس هو تقريبا فرق السن كده وهنشوف دلوقتي مين زوجها الأول ومين أزواجها الحداشر اللي فاته وجد الفنانة غادة عبد الرازق أكتر من مرة أول زيجاتيها كانت من رجل الأعمال السعودي عادل أزاز وهي بعمر السابعة عشر وانتهى الزواج بتلاقيها ووجود ابنتها الوحيدة روتانة وهنا ده الزوج الأول عادل أزاز وديه صور نادرة من فرحها وهنشوف صورته بعد مرور السنين دلوقتي في آخر الفيديو مع بنته روتانة دي روتانة وأمها غادة عبد الرازق الزواج الثاني للفنانة غادة عبد الرازق كان من وجل الأعمال البورسعيد وانتهى الزواج سريعا لفرق السن الكبير بينها ده ما نعرفش اسمه بس ده اللي اشتهر ان هو الزواج التالي أيضا تزوجت الفنانة غادة عبد الرازق للمرة الثالثة من حلمي سرحان ده الزوج الثالث حلمي سرحان وتبعها زواجها للمرة الرابعة من المنتج وليد التبعي ده وليد التبعي الزوج الرابع دي صور ليها معاه ينتهي بها الزواج للمرة الخامسة اللي هم المعروفين مؤخرا من الصحفي محمد فودة في فبراير 2012 بعد زواج ابنتها بأسبوعين جوزت بنتها وبعد كده هي تجوزت الزوج الخامس محمد فودة دول الخامس أزواج اللي هم معروفين لدينا لكن الستة التانين بقى جريت اللي يعرف يقول لنا ويكتب لنا في التعليقات ثم أعلنت الفنانة غادة عبدالرازي من خلال بيان صحفي طلقها من الإعلامي محمد فودة بعد زواج داما ثمن أشهر في نوفمبر 2012 بكل هدوء ومن دون أي أسباب شخصية هنا هذه أربع أزواج صورهم معها من ناحية أخرى كشفت الفنانة غادة عبدالرازي عن معاناتها طوال ثلاثة سنوات من مرض أصاب إحدى عينيها وأن علاجها يتطلب إجراء عملية جراحية وضفت غادة خلال استضافاتها الاسنين 25 إبريل 2016 في برنامج العاشرة مساء مع الإعلامي وقل الإبراشي كان المفروض أعمل عملية لكن أكل العيش بقى وأن في رعبتي في ناس ربنا حطيتها سبب فرزهم منعني من أجراءها في الوقت الحالي وشارتي لعنى سبب إجراء العملية تشخيص فاطئ من طبيب نشوف التفاصيل دلوقتي الطبيب منحها علاج داومت على تعطيل فترة طويلة وأضافت كل يوم بروح لدكتور شكل وعيني تعبانة جداً سعبت عليك يا رأي الصح أنا جاي ألم فلوس العملية وعلك الإبراشي قائلاً هنقل بشؤون اجتماعية كده وهضطر استبعد نص الأسئلة عشان فيها نعمل أسوأ وأكدت غادة أنها لا تجد أي ضرر يعود على الممثل إذا أعلن عن تعرضه لأزمة صحية مشيرة إلى أنها عندما خضعت العملية التجميل في الأرض هي من أعلنت ذلك أمام الجميع لافتة إلى أن الممثل عليه الظهور دائماً بصورة جميلة دي غادة عبدالرازي واحتفلت الفنانة غادة عبدالرازي بزفاف ابنة عروتانة على نقيب شرطة حامد الشايب وأقيم الحفلة بفوند الفور سيزون جاردين سيتي وبدأ في الحالية عشر مساء واستمر لمبعد السادسة صباحاً وخطفت غادة عبدالرازي عن ظهر الجميع بسبب انخفاض وزنها بشكل ملحوظ وقامت باستقبال كل نجوم مصر من الفنانين والإعلامين والرياضيين والسياسيين أيضاً أكيد طبعاً كله حضر الفرق هنا في خطوبة بنتها روتانة تمام أختها مش بنتها دي روتانة مع والدتها بمناسبة الكلام عن النجمة غادة عبدالرازي فاليكم صور أختها ولن تصدقوا الشبه الكبير بينهما وكأنهما توأن إيه رأيكم هي واختها طبعاً باين هما توأن وليكم أيضاً منزل غادة عبدالرازي قمنا في الفخامة والشياكة ده المطبخ مطبخ أبريكاني ده الصالون هي دوبليكس أرضيات رخام طبعاً منزل جميل من ناحية أخرى أصارت حفيدة النجمة المصرية غادة عبدالرازي موجة من التعليقات الجميلة والإعجابات بمقطعين من الفيديو نشرتهما غادة عبدالرازي على حسابها الشخصي على موقع تطبيق الصور على انستجرام لفت الأنظار لهم غادة عبدالرازي شاركت الجمهور بحركات حفيد تيها خديجة وجويرية وهما ترتديان ملابس الصلاة وتسجدان لتأدية الصلاة وتمارسان شعائر الدين الإسلامي بطريقة عفوية وطفولية باحتراف هنا الصور بتاعتهم نشرتها على حساب على انستجرام وأصاروا الإعجاب بسجودهم بالصلاة غادة عبدالرازي شاركت جمهورة بفيديوهات حفيدتيها وأرفقتها بتعليق قالت فيه جوجو بتحب تاخد وقتها في الصلاة يا خراش طب أعمل إيه أكلهم دي أختها الكبا انتشر في الأيام الأخيرة خبر كاذب يفيد بأن غادة عبدالرازي أنجبت من زوجها محمد فودة وهي بسن الثلاثة والخمسين والمفاجأة أن غادة حاليا غير متزوجة وزواج غادة الخامس والأخير كان عقب زواج ابنتها روتانا نهاية عام 2011 وكان من الصحفي محمد فودة الذي عمل سكرتيرا خاصا لفاروق حسني وزير الثقافة المصري الأسبق في عهد رئيس حسني مبارك ونشبت خلافات بين الزوجين يقع الطلاق الأول بينهما بعد عام تقريبا من الزواج ثم يعود فودة ويردها إليه ثم وقع الطلاق الثاني للتصدى للسطارة على هذه الزيجة بالطلقة الثالثة عام 2015 وحاليا يتم تداول مقطع فيديو للفاكنان المصرية غادة عبدالرازي خلال جلسة دردشة مع الفانس وسبب تداول الفيديو هو أن غادة تلقت عرض زواج من شاب أكثر منها قال لها أنه سوف يعود لها قصره بالحب والمشاعر فردت عليه أن يعود لي قصره بالمشاعر والحب لا يلزمني أبدا إذا كان أكثر مني كثيرا لن أقبل طبعا هتبقى فضيحة وهيبقى شكل وحش ولن أستطيع أن أدخل معه إلى أي مكان وهل أحمله مثلا لكن إذا كان أكثر مني بخمسة سنتي ممكن أما القصير جدا لا يمكن أن أقبل به ما الذي يجبرني على ذلك ومن ناحية أخرى استغلت روتانة ابنة الفنانة غادة عبدالرازي التواجدها لأداء شعائر العمرة في شهر رمضان لتزور والدها السيد عادل الزازي ده أول زوج لغادة عبدالرازي في السعودية وقامت للمرة الأولى بنشر صورة حديثة تجمعهما والمفاجأة في إجماع متابعيها على الشبه الواضح بينها وبين والدها والأكثر إصارة أن بعض التعليقات أكدت أن الفتاة الجميلة ورثت عن والدها الرزانة ورجاحت العقل ده أول زوج لغادة عبدالرازي والد روتانة قابلته في السعودية ونشرت صورة حديثة منه وكتبت عليها دادي يا ترى يشبه بعض كشفت الممثلة المصرية غادة عبدالرازي أنها تزور المملكة العربية السعودية بين حين مؤخر وقالت أنا عملت عمرة 48 مرة وحجيت مرتين هنا وهي بتصرح بالتصريح دهوف مجموعة إنسان وقالت أنها عاشت فترة في جبدة استمرت خمس سنوات وتمتلك عدد من الأصدقاء في المملكة من ناحية أخرى صرحت أنها تزوجت حتى الآن 11 مرة ولا ترى مشكلة في هذا الأمر وأنه ليس لديها مشاكل في الزواج برجل يصغرها سنا كما أنها اعترفت أنها كانت ستنتحر في فترة سابقة تصريحات غادة هذه جاءت خلال خلق العليا عضيفة على برنامج مجموعة إنسان مع الإعلامي علي العلياني وتم نشر الخبر اليوم الأربعاء 15-05-2019 على موقع نوارت وده موقع نوارت غادة عبد الرازي أنا عملت عمره 48 مرة وعيشت خمس سنوات في السعودي وهنشوف مين أزواجها اللي هم معروفين بقى مش هنشوف الحداشر أكيد يعني في كتير ما نعرفهمش غادة عبد الرازي ممثلة مصرية موليد القاهرة عام 1965 ميلادية درست الفنانة خير عبد الرازي الحاسوب وبدأت مشوارها الفني في بعض الإعلانات التي تعرض على التلفاز أول مسلسل مصري قدم الفنانة غادة عبد الرازي بشهرة واسعة كان مسلسل حج متولي مع الفنان نور الشريف عام 2001 حيث كانت تؤدي دور الزوجة الثانية نعمة الله وطرق هذا الدور تأثيرا كبيرا على الجمهور دي غادة عبد الرازي هنشوف بها أزواجها اللي احنا نعرف